رجعنا لحضراتكم ومعايا ضيفين عزاز على قلبي وبكنلهم كل تقدير واحترام عشان هم أصحاب نجاحات وأصحاب عمل فائق معانا الأستاذ أحمد عزة السبكي رئيس مجرس إدارة معمل من معامل الوراسة أهلا وسهلا بحضرتك ومعانا الأستاذ سال كومي رئيسة شؤون قانونية بأحد شركات التمويل أهلا وسهلا بحضرتك نحن ندبق مع بعض حديث الرسول الله عليه وسلم اللي نكلمنا عنه اللي هو حديث سيدنا عبد الله بن عباس اللي فيه أن سيدنا عبد الله بن عباس قال كنت خلف رسول الله عليه وسلم يوما قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله يتجهتم تجاهيك إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتباه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتباه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف الحديث ده احنا سميناه حديث تثبيت الحقائق لكن خليني أسألكم سؤال ابتدائي كده انتو لما بتسمعوا الحديث ده انتو طبعا سمعتوا الحديث ده قبل كده لما بتسمعوا الحديث ده نمتدي بالأستاذ أحمد لما بتسمع الحديث ده بتحس بإيه بحس بالأمان يعني نحس إنه مفيش تكلفة مفيش ضغط مفيش مسئولية زايدة عن حدها فيه أمان وإنه فيه النظام لو اتبع النظام ده بيبقى الواحد مستريح هل في موقف من المواقف حسيت بإن الأمان بقى في أعلى درجاته لما تذكرت الحديث ده ممكن تحكي لنا الموقف ده ده بيحصل كتير في شغلي يعني في إدارة الشغل وبالذات مع الأشخاص أو مع الموظفين لأنه أعتقد أن أهم شيء في الإدارة هو أن تحفظ الله في البناء أدمين يا سلام حلو قوي ده يبقى من أهم مجالات حفظ الله أن أنت تحفظ الله في البناء أدمين صح من أي جهة من أي مدخل تحفظ الله في البناء أدمين من نفس فكرة الأمان يعني النهاردة اللي ربنا أقامه أنه هو مدير أو أنه هو صاحب شرك كويس فأنه هو يحفظ الناس بإحساس الشخص اللي شغل معه أنه هو فيه أمان يعني وكأنه هو لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحبه النفس هو عايز يكون في أمان يأمن الناس وممكن مدخل تاني كمان أنه إحنا نقول احفظ الله في هؤلاء الناس لأنه ما عبيد كما أنت من العبيد صحيح فيبقى أمانهم كمان يجلب عليك أمانك لأن ربنا سبحانه وتعالى يأمن من أمن عبيدهم طيب نفس السؤال وسلسالي هل في مرة حسيتي أن الحديث ده بيخليكي مرتاحة والموقف ده واتخرجت بيه من بإيه يعني هي كلمة احفظ الله يحفظك احفظ الله دايما منعكس عندي أن أنا بشوف لفظ الجليلة الله احفظ كلمة الله في كل موقف يعني احفظ تجلي الله في كل حاجة فما بيحصل حاجة موترة جدا أو حاجة صعبة أو صعوبات سواء في المنزل أو في الشغل نظرا لطبيعة العمل يعني فبشوف كلمة الله فبتبتدي المعدة تتوزن ده كأنه عمل زي بالزبط فلولا الرأى برهان ربي وكأنك أنت بتشوفي تجلي ربنا فبتاه داي مزبوط طب يحصل ايه بعد ما بتشوفي الله انه هو معك يحفيظ بيحصل أول شعور بيحصل لك كان ايه بطمن خلاص يعني ليس من الأمر يعني الشدة أو المشكلة اللي احنا فيها انتهت بطمن خلاص هي ربنا كتب حاجة سواء كويسة أو اكتلاق أو أي حاجة خلاص هي مكتوبة لي وأنا راضية ومتطمنة لأنها بياد اللي متطمنة أن المسألة مش هتسوق عن كده ولا متطمنة أن أكيد في فرجة والأمر ده يزول لا أكيد في فرجة وأكيد لو زادت عن كده هيبقى في فرجة وأنه ربنا عيديني الطاقة والقوة أن أنا أتحمل هذي دي الله أكبر سيد أحمد ايه أكتر جزء في الحديث ده بتحس انه بتستطيع ان انت خلينا نقول ايه أكتر جزء في الحديث بتستطيع ان انت تعيش به في حياتك الخاصة مع أسلتك وفي حياتك الخاصة وهي أكتر جزء في هذا الحديث أكثر عبارة في هذا الحديث بتقدر تعيش بها في عملك أنا أكتر عبارة طبعا بتعمل عمل دقيق قوي قوي والنتائج بتاعته بتبقى مهم ان الواحد يكون فيها حريص فمثلا في أسلتك إيه اللي بيحصل صحيح في الأسرة من أكتر الحاجات اللي بحسها إنه طريقة التعامل إيه اللي حينتج عن العلاقة ده جزء مش ده اللي بفكر فيه وإنه يكون تركيزي أكتر هو في القيمة اللي الواحد بيعملها وأكتر في زي ما يقولوا الانتنش إيه اللي انت بتفكر فيه وانت بتعمل ده إيه النية بتاعتك وانت بتعمل ده لأنه أحيانا كتر التفكير في النتيجة اللي هتحصل بتوقف الواحد لأنه بيفضل لأنه ببعض الأحيان بيبقى النتيجة كبيرة صحيح وهو حاسس إنه هو ما يقدرش عليها إزاي إزاي هصلاح العلاقة دي تاني بعد موقف اتراب لي مثال كده بلطيف كده على موقف موقف كده يعني بمنطقة البساطة كلنا في موقف ساعات ممكن نعملها وتأدي إلى إنه حد في البيت زعلان آه طب كلمة كده تقالت كده ولا كده وبعدين صح ففكرة بقى إن انت تفكر كتير قوي في إزاي أنا حغير إيه اللي الشخص ده حاسس بيه صح طب ما هي يعني بيبقى عندنا شعور كده أنا إزاي عمدي إيدي أدخل قلبه وروح مرجعه تاني إلى الوضع الصحيح بتبقى صعب صعب لأنه ده بيعطلك عن اللي انت بقى اللي ممكن تعمله يعني ما هو أنت قاعد مفكر في حاجة دلوقتي هي حتى خارجك يعني حتى في الطريقة الفيزيكية أو في الطريقة الحقيقة هو ده خارجك فاللي تقدر إن أنت تعمله بالزبط مش بإيدك فالتعطيل ده بيكون مدير لأنه بعد فترة ساعات إحنا بتاخد نوقت الشوية نقعد نفكر ده بعدين بتغير الإنية بتاعتك فإيه بقى بتقول لنفسك من الحديث بتقول لنفسك إنه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حيغير في الوضع ده أو إنه ربنا هيحفظ الإعلاقة دي من عنده هو يبقى أنت شايف إن أنت تحفظ قلبك من إنك تتدخل في فعل الله بالزبط اللي هو النتائج النتائج مش بتاعتك بالزبط لما تحفظ نفسك لما تحفظ الله من إنك تتعدى على فعل الله سبحانه وتعالى في العباد اللي يحصلك يحفظك الله ويوفقك في اللي أنت بتعمله بالزبط هل مرة حصيت إن أنت في الشغل كتير يعني في الشغل كتير جد لأنه زي ما حيك منتقول في مجال التحليل إحنا دايما بنقول لها جماعة إحنا ما عندناش مجال الخطأ صح فهي فعلا عبارة لأنه مسألة الخطأ عندكم زيره صح طب هل أصلا في قلب العبارة دي إحنا نقدر نتحكم إنه ما يحصلش خطأ لا والله الحقيقة الحقيقة إحنا قادرين نمسك الأنابيب ونشتغل عليها صح جاء لنيات الدخ فهي دي بقى الحديث ده بيربط الجزء اللي ما بين إن أنا هعمل كل شيء مطلوب مني إن أنا أعمله بإيقان تام إنه النتيجة في الآخر عند ربنا صحنا وتعالى فده هيشجعني إن أنا أستمر وهيشجعني إنه حتى لو حصل خطأ خلال ده فده إزاي هتبصله إنه ده للتعلم وده للإستمرار مش للإحباط ومش للوقوف وده اللي فاهمنا بقى إنت ليه قلت بالأمان إن إنت لما النتائج مش بإيدك والنتائج بتاع من يحفظك فالله هو خير ونحافظه وهو أرحم الراحمين إنت حسيت بقى إن النتائج عند حد أمين عليك والنتائج دي محفوظة وما فيهش مشكلات صحيح طيب سالي إنت بتشغلي في المجال القانوني المجال القانوني ده مليان أشياء كتيرة جدا جدا ممكن بتتعامل مع المخاطر مظهور إيه أكتر حاجة حسيتي في هذا الحديث بتخليك مطمئنة وإنت بتتعامل مع المخاطر لو بصينا برضو لكلمتين بطاقة إحفظ الله ولقينا إن إحنا هنحفظ الله حتى في إتقان عملنا يعني إحنا إحنا عندنا مخاطر طبعا وكل حاجة بس في الأول في الآخر إحنا نتفهم إن القانون ده تعبارة عن معادلات هي معادلات بس هي كمان خطوات يعني إجراءات إجراءات فححفظ الله فإن أنا هتقن عملي هتبقى كل الإجراءات الممكنة وعمل كل الخطوات اللازمة إن أنا أتفايد المخاطر دي أو إن أنا أحمي المؤسسة اللي أنا فيها أو أحمي الشخص اللي أنا بدفع عنه هامل كل حجة إزاي بتقدر تتحملي مشقة وتعب إن أنت تحمي مؤسسة اللي أنت فيها ما ده حاجة صعبة قوي بإيه بقى من الحديث ده ممكن نتحمل إن أنا فيه هموم كتيرة أنا عايز أحمي أسنتي أنا عايز أحمي شغلي عايز أحمي سعمائتي إزاي أنت في مجال حمايتك لمؤسستك بتتحملي ده إزاي بمدد ربنا إزاي بقى يعني إيه في هذا الحديث بيحسسك بمدد ربنا بيحسسني وهو معكم أينما كنتم فأنا هو ربنا معايا استعن بالله تجد وتجاهد مظبوط وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فتحس إن المدد بيحسن مظبوط هل مرات حسيتي بمدد الله في حاجة كنت بتعمليها في العمل أو بتعمليها في البيت فحصل فيها مدد الله واضح أو كده كل يوم الله كل يوم وكذا مرة يعني ساعات بابقى رايحة الشغل وفيه فعلا مشكلة كبيرة جدا وابقول استعنت بالله وتوكلت على الله وأنا هروح وهشوف يعني المشكلة وفيه حاجات كتير جدا يعني ما بيبقاش متخيل أنه ممكن تخلص في يوم أو تتحلف ساعة ممكن تاخد شهر واثنين بس يا ربنا بك الله أقول لكم حاجة أن يعني إيه نبتسب بيها مبعض ساعات بيبقى الناس اللي عندهم هذه المسألة المسألة تستعانى بالله يروح عامل الحاجة كده ويروح ماشي كده ومتوكل بنفسية كده فارد يستدر هو مش فارد يستدر وعنده ساقة بالله متعود على الحكاية دي تعود أن بربنا بيجبره فيروح داخل كده فالناس تقولوا أنت إيه العبقرية اللي أنت فيها دي وهو عارف أن المسألة جاية منين جاية منين من مدد ربنا فالمسألة كلها بتبقى في مدد ربنا إيه الحاجة الأساسية اللي أنت يا سيد أحمد إيه الحاجة اللي أنت دايما بتحس أن أنت عايز لما تسمع الحديث ده تعملها إيه أكتر حاجة بتحس أن أنت عايز تعملها لما تسمع هذا الحديث بحس أن أنا عايز أنقل للناس اللي أنا بشتغل معا الحقيقة اللي ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى بيوضحه لي في المكان لنا فيه لأنه الشخص الموظف اللي شغال في أي مجال أعتقد أنه هو مع اللي مطلوب منه من توسكس ومن كذا ومن كذا في حاجات هو مش بيشوفها ومش بيعيشها من ناحية الإدارية هو بيكون مسؤول عن جزء معين وبيعمله فبحس أن اللي الواحد بيشوفه في المنصب اللي هو ممكن يكون بس أوسع شوية بيبقى ضروري عليه جدا أنه هو ينقل ده للناس ويحكيه لهم ويأكده لهم مرة ومرة ومرة لأنه هو ده اللي بيوصلهم للشعور بالأمان أن الشخص ده مش محطوط تحت أنه هو مسؤول عن كل شيء فحكيه له قل له على فكرة الموقف اللي حصل ده أنا ما كنتش متخيل أنه عايحصل كده مش لازم يعني حضرتك بتحاول حضرتك بتقولي دلوقتي أن خبرتك اللي أنت عشتها اللي أنت بتنقلهله أنت بتنقله قد إيه هو مش لوحده قد إيه هو مع ربنا فتحاول تخليه يحس بأمان لأنه طبعا موظف في أول الأمر أو حتى هو بيعمل الحاجات وخاصة لو كان بتسكت جديدة هو بيحس برعب أنا إلا يقدر يخليني أعمل الحاجات الجديدة دي ويفضل يمتنع كده ويقول له خلينا في الحاجات القديمة فاللي أنت بتقوله ده أنه أنت تخليه حاسس أنه استعن بالله ولا تعجز استعن بالله تجد وتوجهك لأنه كمان بيكون شايف أن المدير زي ما يكون المدير ده عنده حاجة مختلفة أو زي ما يكون المدير ده هو حاسس أنه هو سوبرمان أو أفاتا حاجة كده حاجة مش موجودة يعني والمدير ساعدتي خارق يعني ما يحكيش القصة الحقيقة لأنه ده بيضيف للجاه والشكل الغموض شوي لا أه لا أه أنا اللي عملتها يعني أنا اللي عملتها بس أنه بتقوله مش أنا اللي عملتها هو بيتطمن وبيحس تبعيدة طب ما ده اللي بيحصل معايا بيحصل معاك وبالتالي بقى هنا ربنا يأمنك في النتائج يعني لأنه بتاخدش الكريدت لنفسك إيه الحاجة الأخيرة اللي حاطيك عايزة تقوليها من تجربتك مع هذا الحديث للناس يمكن أكون في الحلقة السابقة اللي حاجة كنت بتناقش فيها الحديث حاجة كنت بتتكلم على الأنجزايت أو الألأ أو الألأ وفعلاً استشعرت في الحديث ده قوي إن نوبات القلقة الشديدة اللي بتيجي للناس لو الواحد تماعاً في الحديث ده ممكن تحدي جداً 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 أو تقلل من نوبات القلقة دي أنا في الحقيقة الحوار مع حضراتكم هيخلينا أقول للناس شوية إجراءات كده وشوية أمور تتعلق بهذا الحديث خلينا نقول أول حاجة دايماً لما تكون عايش حياتك استمتع بإن النتائج من عند ربنا لما تستمتع بالنتائج إن هي عند ربنا هتحس بحاجة غريبة أوي هتحس إن ما فيش نعمة صغيرة كل النعمة كبيرة الحاجة التانية طب أعمل ده إزاي بس ألا سهلة خالص اعمل الحاجة واستمر واعمل اللي بعدها ما تفضلش قاعد ساكت ومستنى النتيجة تيجي اللي هيعمل كده هيحس بالعجز وهيحس بالكسل وهيحس إنه هم مش في أمان لأنه مستني المخاطر تجيله ومستني إن الخوف يأكل النتيجة لكن لما يستمر يبقى على طول لا تتوقف أتبع العمل بالعمل فواحد يقول لي طب أنا مستمتع بالعكس الشخص اللي بيطبع العمل بالعمل بيكون أكثر الناس استمتاعا الحاجة التانية اتعودوا يا سادة لأن حضرت النبي قال وإذا سألت فاسأل الله اتعودوا دايما يبقى عندكم أسئلة خاصة بالله يعني هي أسئلة خاصة بالله كل الحاجات اللي ما يقدرش ما تقدرش عليها حاول تفتح بها باب للمناجاة مع الله قلبي موجوع حد كسرت خطره ومش عارف تطيب خطره حتى عايز تخليه حس بنعمة ربنا ابن عايز تخليه غير تفكيره شخص بتحبه عايزه يبطل قلق روح في خلوتك كده خلي عشر دقايق على الأقل إلى نصف ساعة إلى ساعة خلوة مع الله احنا بنقول عشر دقايق عشان تعملها كل يوم وخلي دية الأبواب الخاصة اللي بينك وبين الله وإذا سألت فاسأل الله الأمر التاني الناس بقى اللي هم البرفركشانيست اللي هم ما بيطلبوش حاجة من حد وما بيقولوش لأ اعملوا حاجة لطيفة قوي اتعودوا إن انتوا تطلبوا المساعدة من الناس لما هتعملوا كده سبحان الله هتطمئنوا شلكم الهم ده كله ما بيريحش اللي بعد كده الناس اللي محتاجين مساعدة أرجوكم ساعدوا الناس وما تقولش أنا ما عنديش ساعد الناس باللي تقدر عليه ولما هتساعد الناس باللي هتقدر عليه هتحس بحاجة مهمة جدا جدا إن انت ممدود من الله ما تخافش دايما نقول لنفسك يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يا سندي ويا سعدي أنت وحدك مددي شكرا لحضراتكم سيد أحمد أنا سيد أحمد عزة السوكي أنا شاكل لحضراتك جدا جدا تشريفك لي شكرا حجم والبرنامج استضاء وتنور بحضرتك أستاذ سالك كومي دايما إن شاء الله نكون في خير وسعادة إن شاء الله نكون دايما مع أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم